موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين الكرام في حلقة جديدة وغنية من برنامجكم اليومي ترحيب ونسلط فيها الضوء على الحج والسياحة وأيضا مهرجان الرطب نقول مساك الله بالخير يا أبو جاسم مساك الله بالنور يا خالد حياكم الله مشاهدينا وكذلك مستمعين عبر موجة 97FM وبالفعل مثل ما قال خالد في حلقة الليلة إن شاء الله سنتوسع أكثر في الحديث عن الاحتياطات اللازمة الصحية للوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية أثناء أداء مناسك الحج بعدما تناولنا هذا الموضوع سابقا قبل يومين نعم أيضا بيكون عندنا فقرات خارجية متنوعة من مهرجان الرطب المحلي من سوق واقف وراح نطلع أيضا على فعاليات مهرجان صيف قطر 2016 من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات البداية مشاهدينا الكرام مع محطتنا اليومية في ساحة الأحمد بسوق واقف حيث تستمر فعاليات مهرجان الرطب المحلي والتي تواجد فيها نديب قناة الريان محمد الشهراني يعطيك العافية محمد لكلمة عندك يا هلا ومرحبا فيكم مساكم الله بالخير وعطيك العافية أخوي محمد وبيض الله وجيكم لازمنا متواصلين في مهرجان الرطب وتغطياتنا المستمرة لهذا المهرجان المميز الذي يعتبر الأول من نوع سواء في قطر بشكل عام على المشاريع التي سوتها وزارة البلدية بدء من المزروعة إلى حد الآن مهرجان الرطب في سوق واقف ساحة الأحمد عاد اليوم معنا أخوي برغش النعيم المشرف العام على مهرجان الرطب اللي راح نستفسر منها أكثر ورح نحللها اليوم بالأسنة إن شاء الله نأخذ منها الإحصائيات أيضا بعض الأمور اللي صارت في المهرجان من زوار أيضا من المبيعات اللي صارت يا هلا ومرحبا فيك أخوي برغش ومساك الله بالخير مساك من نور طالع أمريك يا مرحبا طالع أمريك الله يرحبك ومساك الله بالخير أخوي في برغش في البداية يا هلا أتيكم العافية على المهرجان شلون كانوا الزوار من بداية المهرجان إلى اليوم والله بخصوص الزوار ماشاء الله يعني اقبال كبير من الزوار يوميا يعني ماشاء الله نشوف بزيادة ويعني من الزوار خاصة يعني خاصة من هل القطر موجودين هنا منتجاتنا ان شاء الله ماشاء الله تنبع يوميا من خلال كل يوم احصائية أنه يتكون ثلاثة طن ماشاء الله من بيعات المنتجات الرطب الله يتيكم العفو هذا الليلة حتى الزوار مو من قطر بعد قطر وفيه دول الخليج بعد نعم صحيح من دول الخليج عامة كلهم موجدين ويشدون بالمهرجان ومن طيب الرطب اللي عندنا الموجود يعني مقارنة من ذلك ماشاء الله يعني الرطب طيب طيب عندنا ماشاء الله عليكم والله يتيكم العافية شون كانت المبيعات والإقبال على المهرجان من ناحية والله إحصائية إلى أمس كانت 42 طن ونص جميع المنتجات الرطب الأكثر إقبال كان عن الإخلاص وبعدها يجي الشياشي وبعدها الإخنازي وبعدها البرحي بس السبب بالإقبال على الإخلاص تخبر رقبة للعالم ما كتر شيء للإخلاص لأنها طعمها أطيب يعني موشي عادة عن نتالية بعد طعم الرطب الثانية نوع الثانية طيبة بس العالم يقبلون دائما على الإخلاص مالعاتكم العافية شون شفت المزارع وإنتاجياتها اليومية والله ماشاء الله عندهم إنتاج قوي وعاد في إنتاج عندهم يعني ماشاء الله حنا كنا يعني قلنا حين مدى ماشاء الله من ثمانية جولاي إلى الحين يعني وعاد عندهم إنتاج وحنا إن شاء الله يعني رح يكون بعد يوم الأحد الجاي اللي هو 14 أوغسط آخر يوم في الملاد وماشاء الله أشوف المزارعين عاد عندهم إنتاج أكثر وأكثر أخوي برغش على المهرجان اللي أنتوا سويتوه هذا مشكل دافع للمزارع الإنتاجي هل تتوقع أن دعم الوزارة والمهرجان اللي تسويها بشكل داعم أنهم يزيدون الإنتاج؟ والله إن شاء الله أتوقع سنة الجاية إن شاء الله إن دام وسوينا المهرجان إن شاء الله بيصير أكبر والشيء هذا اللي صار رحي مهرجان ومن نجاحه خلي المزارعين يزيدون إنتاجهم لسنة الجاية إن شاء الله إذا كان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن مهرجان يصير إنتاجهم بيصير أكثر والمزارعين اللي بيشركون بعدين بيصير أكثر وإن شاء الله بيصير أكبر من هذا المكان إن شاء الله نحن نتمنى أن يكون أكبر لأن المزارع اللي عرفها مزارع قطر واجدة فأنا أبيعرف الاختيار اللي تم العشرين مزرعة هي ثابتها طول المهرجان صحيح طال عمركي 18 مزرعة موجودة معنا مشاركة وإن شاء الله انتاجهم يوميا موجود يعني متوفر من جميع مع الرطب يعني في أمل تكبروا المهرجان السنة الجانية إن شاء الله إن شاء الله أكيد إن شاء الله نظر الله نحيانا إن شاء الله وإن شاء الله يصير أكبر وأكبر من المهرجان بإذن الله المهرجان تفكرون أنكم تسوونها مثل ما صار في المزروعة في فعاليات تصير كل شهر ولا بيكون مثلا مكان لثابت المهرجان الرطب يعني تاكسيت الرمهنة جربت له موسم يعني معروف اللي يعني من نص جولاي إلى نهاية أوغسط بداية سبتمبر هذا موسم الرطب يعني يكون ما تقدر يعني إلا إذا كان في مهرجان تمور نعم ما يجي الله يعطيكم العافية شالخدمات اللي توفرونها كوزارة أو كأن كمشرف يوميا طال عمرك عندنا كان منتجات الفسائل مدعومة من الوزارة كانت حكل شخصة خمس فسائل على البطاقة وكانت مدعومة بقيمتها بخمسة ثمانية ريال بس ما شاء الله اللي قبال الكبير اللي صار عليها خلصت يعني من يومين وإن شاء الله المنتج الجاي إن شاء الله من بين شهر عشر لشهر اثنى عشر إن شاء الله يكون فيه فسائل جديدة موجودة في البحوث الزراعية بإذن الله يعني بمشارع عشر شهر داعش في فسائل هل يتواصلون مع الوزارة؟ أكيد أكيد موجود عندنا يقدرون يروحون لهم من أقل ويطلبونها ويوفرونها لهم ماذا الجديد بخصوص المزارة القطرية؟ جديد زي ايش؟ مهم خدمات أمور جديدة نقدر نعرف التفاصيل من الحين؟ والله ما في شيء هالحين حاليا نبقى شيء إن شاء الله من مستقبل ما نتكلم عنه إن شاء الله كلمة توجهها لمشاهدي قانونة الريان بخصوص المهرجان أظن قرب يخلص والله أنا أول شيء بأشكر إدارة سوق واقف لدعمهم الكبير لهذا المهرجان والمكان اللي لدينا فيه من سوق واقف لها دور كبير في النجاح للمهرجان وغيرا اللي قائمين عليه المنظمين معنا في المهرجان إن شاء الله ما قصرها صراحة الله أعطيك العافية أخوي برغش النعيمي وبيض الله واجه واجهك تال عملك ما قصرت أعطيك إن شاء الله طبعا عزيزي المشاهدين وصلنا نهاية هذا اللقام أخوي برغش النعيمي مشرف العام على المهرجان الرطب اللي حدثنا عن الإحصائيات الموجودة ويتكلم عن 21 ألف طن من الإخلاص بيعت لأن يوم أمسوا هذه تقريبا على المنتوج المحلي اعتبر نسبة عالية أيضا فيه تمور ثانية موجودة أواصلان ثانية البرحي وغيرها أيضا الخنيزي وفيها نوع ثانية أيضا فيه فسائل مدعومة متوفرة وفيها مواصفات غير عن النخل الثاني إنها سريعة النمو أيضا ما فيها امراض وجذورها قوية ونفس صنف الأم كل اللي عليكم اللي بتجون الخيمة بتلاقونهم مكانا في الزاوية أول ما تدخلون قدامكم المهرجان يستمر لين تاريخ تقريبا 14 لين تظركم اللي هو الأحد الجاني إن شاء الله الساعة عشر في اللين راح يسكر فقط ننتظركم إن شاء الله في المهرجان وهذا كل اللي عندي والله يأتيكم العافية شكرا لك محمد وشكرا أيضا موصول لضيفك الكريم إذن أعزاء المشاهدين ما زلنا مستمرين معاكم ولكن بنطلع الفاصل قصير ونتابع بعده الاحتياطات الصحية اللازمة للمقايا من الإصابة بالأمراض المعدية أثناء أداء المناسك انتظرونا مرحباكم والسلام شاهدين الكرام مرة ثانية مع اقتراب موعد توجه حجاج قطر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج دعت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية أيضا كافة المتوجهين لأداء مناسك الحج إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة الصحية للوقايا من الإصابة بالأمراض المعدية أثناء أداء المناسك نعم للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الستيديو الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة الطوارئ والأزمات بوزارة الصحة العامة مرحبا مسألة فيك تكثر مرحبا مسألة مرحبا مسألة دكتور في البداية نبقى نتكلم على مسألة الاحتياطات اللازمة قبل أي سفرة الواحد يأخذها احتياطات اللازمة ولكن سفرة مهمة مثل أداء مناسك الحج إيش الاحتياطات اللازمة الواحد لازمة يأخذها هناك عدة يعني احتياطات أو إجراءات أو إشتراطات على الحاج من النحية الصحية نتكلم حين أنه يهيئ نفسه من عدة الجهات أولا إذا كان عنده أدوية يأخذ كمية كافية اثنين يبدأ يعود نفسه على تحمل الصبر على الحرارة ويبدأ ننصح دائما أنه يمشي لمدة شهر على الأقل قبل الحج يوميا أربع كيلو وخمسة كيلو يبدأ يعود جسمه على الرياضة كذلك أخذ التطعيمات اللازمة للحج في تطعيمات إلزامية وفي أشياء نوصي بها كحماية زائدة للحج كذلك أخذ جميع الاحتياجات من حقيبة الصعافات أولية إذا أمكن وممكن يزيد عليها كذلك يعني يكون عنده وعي أو معلومات كافية عن المخاطر التي تلاقي ممكن يواجهها في الحج من التهابات من التعاون مع الأغذية في أثناء الزحام إيش يعمل الوقاية خير من العلاج في هذا الموضوع كذلك التثقيف الصحي جدا مهم دكتور الآن المكان يحتم علينا التواجد يعني إحنا نتكلم عن مليونين إلى ثلاثة مليون أو أكثر أو يزيد يعني في بعض الأحيان التواجد في نفس المكان لأداء نفس المشاعر نفس الفريضة في نفس الوقت فإذن يمكن الزحام يكون شيء أساسي من أداء هذا يعني الفرض ولكن أنا أسأل في أثناء الزحام شن اللي يتوجب على الناس عملهم يعني عليهم فعلة للوقاية مثلا من الأمراض اللي يسهل انتقالها عن طريق الهواء هل يلبسون مسكات مثلا شن اللي لازم يصير يعني في هذا المكان نحن نقول دائما إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع يعني ما نقدر نقول لناس يلبسوا الكمامات طول الوقت نعم لأنها صعبة الحج والسنة هذه والسنوات القادمة يمكن الست سبع سنوات القادمة بيكون في الصيف وفي الحر وحن نقول إيش لبس الكمامات في الأماكن الأشد خطورة مثل اشتداد الزحام نعم لما يكون في سيارات أو باصات وعوادم السيارات تكون كثيرة أو إثارة الغبار أحيانا عند الأماكن في المشاعر في ميناء أو غيرها نعم لذلك حن نقول لبس الكمامات قدر المستطاع المحافظة على النظافة العامة الاهتمام بالطعام يعني ما نأكل إلا طعام موثوق فيه اللي بالحملة دائما ما شاء الله الحملات القطرية مستوها جدا تكون عليها مرقابة وعليها متابعة وكذا فما نأكل من الشوارع أو من مطاعم اللي غير معروفة قدر إمكان يلتزم بالتعليمات اللي واردة من وزارة الأوقاف والحملات المخصصة من ناحية للطعام كذلك غسل فواكه جيدا لأن فواكه يعني ما تنطبخ فنكون حريصين أنه مثلا تكون مثلا مغسولة جيدا يعني كل هذه الأشياء الإجراءات العامة الأتيكيت العطاس أنه يكون عندك منديل على الأقل دائما في جيبك الأتيكيت خلصت ترميه في لماكن مخصصة غسل يد دائما خاصة بعد الأكيل أو بعد أداء بعض المناسك اللي تكون فيها أنت تكاكت بناس كثير النظافة العامة لبس منابس فضفاضة قطنية تمتص العرق بعد هذا مهم جدا كذلك الاهتمام بشرب كميات كافية من الماء لأن الحج هذه الأيام دائما في حر وتعرق شديد الله يكتل فيه خيري رب العالمين وزارة الصحة دعت الحجاج بأنهم يأخذون تطعيم لثلاث أمراض نبقى نعرف أيش تطعيمات هذه زائد أنه إذا فيه تطعيمات أخرى يحبذ أخذها غير الثلاث تطعيمات صحيح عندنا الثلاث تطعيمات الأساسية التي نوصي بها الإلزام فيها هو تطعيم الحمى الشوقية الذي يقي من التهاب السحاية هذا عندنا نوعين لكننا دائما نأخذ النوع الأفضل ونوصي بأخذها وهو المقترن الذي يعطي مناعة ضد المرض وكذلك يحمي الشخص نفسه من حمل المايكروب يعني لو جاك المايكروب عندك مناعة لا تصاب به بإذن الله وكذلك جسمك لا يحمل أين قليل لآخر لا يكون أقل المرض نعم وهذا تم إدراجه الحمد لله من حوالي تقريبا ثلاث سنوات السابق كان فقط كان يقيك فقط كشخص ولكن يسمح أنك تكون ناقل تكون ناقل أو حامل المايكروب ممكن تنقل إلى الآخرين فهذا شيء مهم وطبعا نحن مع المملكة العربية السعودية هذه اشتراطات واجبة للحجاج اثنين التطعيمين يوصى بهم للناس جميعا لكن ركز زائما على الناس اللي عندهم عراض أو اختطار للأمراض مثل ملعاتهم ضعيفة أمراض القلب السكر الكلا كل هؤلاء اللي عندهم منع ضعيفة نقول لهم اخذوا تطعيم مكورات الرئوية هذا يقي ضد التهابات الرئاة نعم كذلك تطعيم الانفلونزا الموسمية نعم لأن في الحج الناس يجو من كل مكان صحيح الانفلونزا كانت هنا ولا في أفريقيا ولا أوروبا ولا أمريكا ممكن الناس يحضرونها معهم التطعيم يقي ضد الانفلونزا ولكن لا يقي ضد الزكام بشكل عام نعم صحيح لأن في موكورات أخرى وفيروسات أخرى تسبب زكام بسيط يمكن ما يمنعك من أداء كثير من الوظائف اليومية نعم فهذه تكون بسيطة لكن يقي ضد أقوى أو أشهر ثلاث أنواع منتشرة في العالم نعم من أنواع الانفلونزا نعم دكتور يعني أنا ودي أسلك الحين تفضلت وذكرت الأنواع هذه من التطعيمات ولكن هل في مدة زمنية يتوجب علينا أخذها يعني مثلا ما يصير اليوم أن أنا أخذ وبعد بكرة طال على لأداء المناسك فأكيد يمكن ما تأخذ في أحواها نحن نقول أقل شيء عشر تيام قبل الحج تأخذ التطعيم نعم ويفضل قبلها يعني سبعين أو شهر يعني سبعين أفضل شهر كذلك أفضل بالنسبة للتطعيمات الأخرى هذه هي الإلزامية والموصى بها نعم في تطعيمات بعض الناس لما يأخذ تطعيم التطعيمات الحج يقول والله أنا مثلا ما أخذ تطعيم من التطعيمات الروتينية إذا كان كرت التطعيم معه ممكن الطبيب يراجع الكرت ويقول والله ناكسك مثلا تطعيم ما أخذته نعم ممكن يقول والله ممكن تأخذها الآن أو تأخذها بعد أسبوع أو شهر على حسب الجدول المتبع لدينا في إعطاء التطعيمات بعد هذه فرصة إن الإنسان يشيك على تطعيمات ويأخذ تطعيم إذا ما أخذ الحمد لله هي موجودة مجانا الحمد لله دكتور مسألة التطعيمات وما بعد التطعيمات أحيانا الواحد يمكن يضمن أن أمورها تغذي طيبة هو من ناحيته لكن إذا راح هناك ما يمكن تضمن كل حجاج لذلك أيها الأمور الأساسية التي يجب الواحد أن يتخذها إذا وصل هناك وقاية في تعاملها خصوصاً أنت في هناك يعني بتكون قد تواجه ممرات مزدحمة قد تلامس أشخاص آخرين قد يعني الأمور يعني كل شيء وارد لها متاحة صحيح فأيش الأشياء لازم يتتبعها عشان يقيل الواحد هناك عدة أشياء كثيرة منها الأشياء السهلة حنا نقوله هي التطعيمات خلاص صويتها انتهى الكلام اثنين الالتزام بالإرشادات والتوصيات اللي صادرة من وزارة الصحة وزارة الأوقاف والفريق الطبي وكذلك اللي الحملة نفسها عندهم خبر فيها ويخبرون جميع الحجاج اللي معهم طبعا نحن كل حملة يكون عندها طبيب أو طبيبة أحيانا حسب الاحتياج تقوم بالرعاية البسيطة للحجاج ومراقبة أحيانا ملل السكر يشوفون سكره كيف ضاقط يشوفون حبوبه عندهم كمية من الأدوية يعني تفيدهم إذا لا سمح للحالة تعبت أو شيء أو زاد ممكن نحولهم لمقر البحثة القطرية اللي يوجد فيها فريق طبي متكامل وفي تنسيق مع سلطات المحلية في مكة لأي شخص يحتاج أي رعاية زائدة أنه ممكن يتحول إلى المستشفى الوقات دائما نقول خيرا من العلاج الانتزام بالتعليمات هذا واحد اثنين إجراءات السلامة في السكن دائما كل سكن في مخارج الحريق لا سمح الله أثناء وجود أي مشكلة وأن يكون الشخص عارف كل هذه الأشياء قبل لا يبدأ يسكن نعم كذلك في أشياء أخرى اللي هي أمنك أنت يحاج يعني أدواتك الشخصية محفظتك جوالك هذه بعد مهمة لك لصحتك يعني ممكن تكون فيها أشياء خاصة بالصحة وكذلك هذه مهمة جدا وكنت تتشاور مع واحد والأخوان قال الآن ما في حد يمشي من غير جوال صحي بعد إذا عندك شاحن إضافي بعد هذا مناسب يعني في إثناء الطوارئ في أي مكان ضعت ولا شي صحي ممكن تتصل وتطلب المساعدة خاصة إذا كان شخص عنده سكر لا سمح الله ولقى نفسه ضاع ولا شي تصل بالجوال يضرب اللوكيشن في الواتساب ولا غيره وتمشي أموره يعني صحي فاستخدام التكنولوجيا مهم بعد جدا نعم الالتزام بالنصائح العام النظافة العامة أخذ الأدوية في وقاتها للناس عندهم أدوية حفظ الأدوية في أماكن مناسبة خاصة لها خاصة الإنسلين مثلا تكون في ثلج عندك ترمس صغير الأدوية تأخذ حبوب كمية كفاية الشخص عنده أكثر من مرض أو عنده حالة خاصة يأخذ فيها تقرير ويعرض على الطبيب الذي معاه في الحملة بعد هذا يكون ملمي بصحة صحيح بحث أن زملاء أو الطبيب في الحملة أو الناس يعرفون أن هذا إنسان وله عنده شوي ظروف خاصة ضاع منه الإنسلين ولا شيء يكون عنده مكتب في التقرير الجرعات اللي يأخذها وكذا هذه بعد كلها أشياء بديهية لكن مهمة جدا طيب دكتور دعونا نركز شوي على شغلة أساسية يمكن يعانون منها الكثير من الناس اللي هي أمراض المزمنة مثل الضغط والسكر الآن لما نقول أنهم طلعين في جهد وإنهاك مع تواجد الحر وفي يعني يمكن يكون ساعات يستسعب على الواحد أخذ بعض الأدوية وش الإشتراطات الواجب مثلا أنه هو يسوي نحن نعرف الأدوية لازل تكون موجودة ولكن إذا شعر بإعياء اليوم هل مثلا ممكن يأخر حاجة ولا يطلع ولا يخطر مثلا الفريق الطبي اللي موجود يأخذ مشور تقبل يعني لا يطلع يأدي مثلا هذه الفريضة طبعا نحن الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة نعم سكر ضغط كيلة أمراض كبد مناعة أو ربو يأخذ أدوية كثيرة نعم ننصح دائما على الأقل بشهر يستشير طبيبا اللي عالجه ويقول أنا رايح الحج إيش تنصحني نعم فيه نصائح خاصة بالأدوية اللي يأخذها وحيانا ممكن يعدل على بعض الجرعات نعم بناءا على التفاصيل اللي يمكن يعطيها الطبيب قد يكتب له تقرير مبسط أن هذا المريض يعاني من كذا وكذا في حال وجود مثلا الأعراض فلانية يرجى مثلا العمل اللازم يعاني من السكر في حال عنده وجود هبوط أو شيء ممكن يعطى شيء عصير أو ماء في سكر أو شيء كذا نعم فهذه مناسبة جدا كذلك يأخذها ويري الطبيب اللي معاه في الحملة يعني ما ينتظر أنه يتعب ويروح للطبيب صحيح إذا عنده أعراض أو أدوية يمر الدكتور يقول أنا معاكم عندي هذا التقرير مثلا أو عندي هالكيسة اللي فيها الأدوية نعم أبغي رايك في الموضوع عش تنصح يكون على تواصل معاه نعم فكذلك بالخصوص لمرض السكر جهاز قياس السكر كثير من الناس الموجود عندهم فليش ما تأخذها معاك هذه بهم جدا صحي إذا ما عندك أو نسيتها أو لا سمح لضاع عادة طبيب الحملة يكون عنده يكون موجود نعم جميل دكتور أعتقد أن موسم الحج يشهد يعني قد يشهد وجود امرأة تريد الحج ولكنها حامل نعم فنبقى نعرف الحامل إذا فيه احتياطات لازمة مرتخذها ولا شيء لازم تسويه قبل السفر وش حنا بصفة دورية أو سنوية تمنقاش هذا الموضوع مع السلطات الصحية في وزارة الحج نعم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية النصيحة الأولى دائما ننصح بتأجيل الحج للمرأة الحامل للأطفال الصغار الكبار الذين يعانون من أمراض صعبة أو يصعب عليهم وداء مناسك الحج نعم كنصيحة وإرشاد أما القرار فهو بيد الشخص إذا المرأة مثلا حامل وأرادت الحج يجب أن تستشير الطبيب ويتم تقييم حالتها على حدة طبعا في بداية الحمل غير عن اللي في نهاية الحمل غير عن اللي في وسط الحمل نعم نحن نقول دائما يمكن أريح فترة اللي هي نهاية الثلاث عشر الأولى بداية الشهر الرابع عادة تكون مناسبة بحيث أن يكون الجنين ما شاء الله أمورها طيبة وكذلك على الأعراض الأولى تخف بالنسبة للتطعيمات يتم تقييم المرأة الحامل بشكل خاص يعني تطعيم الانفلونز نقول آمن لأن تطعيم عبارة عن جزء من كابسولة على الفيروس وليسة الفيروس أما تطعيمين الآخرين اللي هو المكورات الرئوية وكذلك التهاب السحاية يتم أخذ المعطيات في أي شهر أنت أخذت تطعيم من قبل إذا أخذتها خلال سنتين أو ثلاث نقول لها ما تحتاجين نعم فيتم تقييم فوائد ومضار التطعيم كل حالة على حدة الدكتور يعني نحن نبي نوصل لأستاذ المشاهدين يعني الرعاية الصحية الأولية لابد أن تكون نصب عين أي واحد رح يأدي هذه الفريضة فريضة الحج للواحد نسأل الله منها أن يتقرب إلى الله عز وجل وهي أمر غير شق على الناس وغير مكلف فالواحد ساعات أنه ما يحط فوق طاقتك الواحد وعلى حسب استطاعته وما قدرته والدين يسر فالواحد يمكن ما يتكلف في بعض الأحيان على بعض الأنفس اللي يشق عليها أداء هذه الفريضة لأمراض معينة ولكن أنا ودي أسأل الآن لما ننتقل حق الأطفال فالواحد وده أنه يأخذ عياله معه منها أنه يشوف ويعرفهم وتزيد الروحانية والإيمانية فيصعب علي أنه لو أنت تقولي والله ما علي خالد روح بدون ما تودي عيالك معاك ولا هلك معاك وش اللي قال لازم أسوي لهم نحن نعرف يمكن تكون مناعتهم نوعا ما يعني في بدايتها غير عن مناعة الإنسان اللي هو كامل القوة فش اللي لازم أنا أسوي لهم الأطفال اعتمد إذا هو تحت الخمس سنوات أو فوق خمس سنوات لتحت خمس سنوات في بعض التطعمات يمكن ما أخذها يقيمها الطبيب اللي فوق الخمس سنوات أخذ معظم التطعمات الأساسية فهذا يأخذ تطعمات اللي هي نفس تطعمات الحج أو العادي باستثناء المكورات الرئوية لأنه أردي هو أخذها في الصغر فيعطى تطعيم الإنفلونزا ويعطى المكورات الرئوية فهالتطعمين ممكن يأخذونها الأطفال معهم لكن بعد أقول الأطفال في الحج ممكن يؤثرون على أداء الحج سهل يضيعون سهل يتعبون شتتون فكرة للشخص وفي النهاية دكتور أسمعي على المقاطعة أعتقد أنه فريضة الحج في مثل هذا الوقت الواحد يبغي ينجز الفريضة وهو مرتاح ما يبغي ينجزها هو متكلف في نهاية المطاف الواحد يأخذها ويبغي يستانس بنت يأدي فريضة وليس بنت يحاط يتم يحاطي عياله لأن الضياء للأمانة أمر يوارد في كل مكان أنت الحين تشوف المجمعات دكتور أي واحد يمكن يضيع فما بالك في هذا المكان مكتب بملايين الأشخاص لذلك نصيحها دائما بالتأجيل لكن قرار موجود عند الأب والأم إذا هم يريدون أن يأخذوه أنا بكل بساطة واحد مع أم وابو سهلة لكن تأخذ لك ثلاثة معاك وما أرد أن نتركز صحيح لشان تمسكهم وتروح لدور واحد بآخر دكتور حون عندنا أحد الكتيبات التي جبتها لنا معك الله يتزاك خير ذليل الحاج الصحي وأعتقد أن هذا ما جبتها لها من الخير والفائدة الكثير نعم 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 هذا كتيب اسمه دليل الحاج الصحي تم تطويره من قبل الأخوة جزاهم الله خير وحنا ملنا معاهم نعم مزارة الصحة الأخوة من مؤسسة حمد الطبية ورعاية الصحية الأولية وكذلك الأخوة بالهلال الأحمر القطري اللي هم يقضون الخدمات على أرض الواقع في المشاعر مر بعدة مراحل الآن وصل مرحلة جدا جميلة هو عبارة عن عشرة أجزاء فيها جميع ما يحتاج الحاج من نصائح وإرشادات تسمحي أقراها بسرعة لأنها صراحة جدا ممتازة بسم الله المحتوى لهذا الكتيب الجميل جدا يا جماعة الخير يوم مشاهدينا إرشادات صحية قبل السفر أثناء السفر لأداء المناسك صحتك أثناء الحج الأمراض المزمنة والحج المرأة والحج صحة الأسنان والحج الأسعافات الأولية اللي بنتكلم عنها إن شاء الله بعد شوي إرشادات السلامة في الحج إرشادات صحية بعد العودة من الحج أمراض وبائية مثل الزيكة والكورونا أعتقد أن مثل هذه العشر فصول لو الواحد أخذها وأخذ عليها لفة سريعة الكتيب كم صفحة؟ أقل من سبعين تقريبا صفحة نعم بعدين سهل وفي صور توضح يعني ممكن في ثلاث ساعات تخلصها لو الواحد ما أخذها بجدية بيخلصها بسرعة طيب خلنا نتكلم على مسألة الإسعافات الأولية بسرعة هل على الواحد أنه يعرف مبادئ للإسعافات الأولية قبل يروح؟ نعم قبل ذلك هذا الكتيب سيعطى لكل حاج إن شاء الله للحاج يعني عندنا أكثر من 1200 نسخة سيتم توزيع على الحمالات وأعطاها لكل الأشخاص اللي راحين للحاج فإن شاء الله بيوصلهم أثنين الإسعافات الأولية بارك الله فيك هناك حقيبة الحاج الصحية يعني أو حقيبة الإسعافات الأولية هذه كل واحد دكتور سيتم توزيعها كذلك لجميع الحجاج فيها الأشياء الأساسية كمامات ضمادات كريم ومطهر يد منها كتوعية للشخص أن هذه الأشياء أنت تحتاجها عندك الأشياء الأساسية وممكن أن تتبني عليها ممكن تحط فيها بعض الأدوية بعض الناس عندهم دواء أو دوائين ممكن يكتفي بها حطوا أدويتها فيها وتمشي معها وممكن يزيد عليها بعض الأشياء إذن قصد مثلا إذا فيها مثلا ثلاث أربع كمامات خلصوا ممكن تشتري وتزيد عليها يعني هي تشجيع للحجاج هذه الخطوة جدا إيجابية وكيد تأتي في أحواها دكتوران ودي أسألك نرجع مرة ثانية إلى اشتداد فصل الصيف علينا وعلى الحجاج أيضا وش الوسائل اللي لا بد علينا نحن نتمسك فيها للوقاية من ضربة الشمس أو الحر الشديد أثناء أداء المناصك هي تبدأ بالتخطيط السليم أنت لازم تعرف كل يوم إيش بتسوي وين بتروح وإيش كثر بتمشي والخدمات التي حولك في كل الأماكن نعم شرب كميات كافية من الماء نعم باستمرار يكون يعني شرب كثير كثير ممكن خليك بعدها تتوجه إلى دورة المياه كثير وتأثر يعني فلحد يتروح لحد يشربهم يتروح نعم فأحيانا بعض الأماكن يكون فيها زحمة خاصة في ميناء ومزدلفة كذا يكون في زحمة على دورة المياه لذلك شرب كميات كافية من الماء يكون معاك مثلا قرورة مياه صحة معاك إذا مشوار طويل شوية كأحتياط هذا بعد زين استخدام المظلات الشمسية للحماية من الشمس بعض الناس ينصح أن يلبسون نظرات شمسية خاصة لإدهم بالنظر أو شيء وحتى من كناحية وقائية اللي يقدر يأخذ نظرة شمسية وهو طالة بعد هذه المناسبة لأنها تقيق ضد الشمس وضد الغبار وضد الغبار نعم هذه مشكلة هذه الغبار نعم فالكماماتكم معاك يعني ألا أقل ثنتين إذا واحدة مثلا استخدمت المدة ساعة يعني يفضل نتغيرها يفضل نتغيرها نعم أو حتى أقل من ذلك عند الشعور بأعراض الأعياء من تعب عرق شديد أعياء دوخة لازم تخبر معاك بالحملة بأن أنا وله أنا تعبان أو أعطوني ماي أو أنه يعني بحاول يخبر اللي معاه أنه بداية تعب يرتاح التخطيط السليم أساسا والوقاية هو الأهم في هذه المور لبس البنابس الفضفاظة القطنية التي تمتس العرق بعد هذه الشيء البيضاء صحيح الجميلة بعدها نعم دكتور يعني نعرف أن المسير سيكون طويل في أداء هذه الفريضة ولكن نحن نتكلم على وجه الخصوص على مرضى السكري دائما تجيهم الإصابات هذه أثناء الاحتكاكات وكذا نحن نتكلم عن سلامة الأقدام يعني وش الواجب عمله في مثل هذا يعني في هذا الخصوص خصوصا حق مرضى المرضى السكري نعم هل ينصح بارتداء مثلا أحلية معينة هي تبدأ من قبل الحج صراحة نعم تخطيط السليم إذا أنت مريش سكر يعني حاول أن قدمك تكون قبر الحج سليمة نعم فيها جرح أو حاجة بسيطة تعالجة بحيث أن لما يجي الحج تكون أمورك سليمة نعم تستشير الطبيب ويعطيك نصائح المفيدة من ناحية نوع الجوارب اللي يمكن تلبسها نعم الحذاء يكون واسع وفض فاضي ويسمح بالهواء بالدخول والخروج محافظة على نظافة القدم أخذ أحيانا حذاء احتياطي أحيانا تضيع الأحذية تصير المشاكل نعم وتكون أحذية صحية قدر الإمكان من النوع الطبي كذلك فحص القدم من حين إلى آخر في الحج لأن النساء يمكن أن يشغل بأداء المناسب صحيح وما ينتبه بعض المرضى السكر خاصة الكبار في العمر نعم وما يحسون بالألم في حثناء الجرح البسيط في الرجل ولازم ينتبه لنفسه فحص الرجل يوميا مهم جدا لهؤلاء الأشخاص وأعتقد أن فينات المطاف لازم الواحد إذا راح في حملة أنه علم الربع اللي حوله أن أنا والله عندي مرض السكر ولا أنا عندي والله مرض بطل احتياط عشان فينات المطاف لا أعرف الواحد صحيح صحيح احنا أيضا بدورنا نشكرك على حضورك معنا الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة الطوارع والأزمات بوزارة الصحة العامة شكرا على حضورك معنا أتمنى نشوفك في القريب العاجل بذن الله و أنا كذلك أود لكم الشكر أن تستدفتونا هذه السنة وتحطوا لنا الفرصة نحن نوعي الجمهور بحاجة ونكسب العجل فيه الله يتزاهم الله يتزاهم ننتقل مشاهدين الكرام إلى قطاع العقارات والذي شهد سوقها حركة تداول خلال خمس أيام تجاوزت 200 مليون ريال تفاصيل أكثر نشوفها مع بعض في هذا التقبير بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الواحد والثلاثين من يوليو الماضي وحتى الرابع من أغسطس الجاري 222 مليون و678 ألف ريال وذكرت النشرة الأسبوعية صادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعا سكنيا ومبنى متعدد الاستخدام وتركزت عمليات البيع في بلديات المصنان والخور والذخيرة والدوحة والريان والضعاين والوكرة ننتقل معكم مشاهدين الكرام إلى مركز الدوحة للمعارض والمتمرات حيث تقام هناك فعاليات مهرجان الصيف 2016 والمقامة أيضا التي تواجد فيها نديمنا علي النعمة للتركيز على الجانب المتعلق بنشاط الفنادق والمنتجعات ساكر الله بالخير يا علي ولكل معا عندك مرحبا بكم زملائي في الستيديو ومسي عليكم بالخير ومسي على المشاهدين ومسلمين قناة الريان مستمرين معاكم في تقيتنا من مركز خطر للمعارض والمؤتمرات مثل ما تعرفوه مشاهدين الكرام المهرجانات والفنادق والمنتجعات والمجمعات التجارية أكيد بالفعل تلعب دور كبير في تنشيط السياحة الداخلية عندنا الأرضناع حبيبة قطر خلونا نتعرف على تنشيط السياحة ونتكلم أيضا على المكان نرحمة وزين مع مهرجان الصيف قطر رح يكون معنا أخونا علي التميمي خبير سياحي أخي علي في البداية رحب فيك على قناة الريان الله يرحب فيك يرحب في المتابعين قناة الريان وشاكل لكم والإضافة والأجواء الجميلة صراحة أخي علي للأمانة اليوم المكان أول مرة أعتقد أنت أول مرة أنا أول مرة صراحة أتخل المكان لماذا شفت الطباعك اليوم والله صراحة أول ما دخلت وشفت الإقبال في المهرجان هذه انبهرت ماشاء الله عدد الموجودين أنا ما قاعد أسمع وايدة عن المهرجان لكن لما شفت الإقبال هذه ماشاء الله سنة عن سنة قاعد يفرق يعني العام شفت وشفت السنة هذه لقيت فرق كبير ماشاء الله طيب يعني وجود مثل هذه المهرجانات وجود أيضا الفنادق مجمعات التجارية الكبيرة برأيك ممكن تنشط السياح عندنا في الدوحة أكيد طبعا خاصة تعرف لحين فترة الصيف هي دائما فترة ركود تعرف درجة الحرارة ما في فعاليات ولا مؤتمرات في الدولة فمثل هالأنشطة هذه أو مثل هالمهرجانات تحرك شوي الأجواء تطريها وتخلي فيه مثلا السياحة داخلية حق المنطقة فمثل ما شايف ما شايف ما شاء الله وائد الناس ما بعرفين ما يروحون تعرف حر ما يروحون غير المجمعات يردون البيت لكن مثل هالأنشطة والفعاليات خلت الناس شوي تتوجه للمهرجان هذه في صورة كبيرة وللأمانة أيضا الألعاب المتواجدين معاها اليوم يعني نشوف ألعاب مائية ألعاب ستيشن ألعاب الفكر شي جديد في أشكاء في تنوع يعني العام ما كانت فيها الأشياء المائية يمكن في صورة كبيرة خاصة أن التطقيات هذه يستنسون عليها اليهال حتى ففي تنوع في الألعاب قاعدين نشوف فهذه اللي قاعد يجعل الأقبال أكبر وأكبر حق المهرجان طيب علي من الساعة كنت تتكلم معاك التناقش معاك وأقول لك الفنادق الماشاء الله على مستوى عالي في الدوحة فيه أكثر من فندق جديد فيه بعض الفنادق نحن بعد إن كنا لا ما عرفها الأسامة الجديدة اللي بطلات عندنا ما شاء الله الفايفي ستار والفنادق الفوري ستار تشوفها يعني المهرجان صيف قطر يدعمها تشوف فيها مثل السياح الخلجيين أيضا السياح العرب وأيضا السياح من جميع دول من استعاون يعني لو تلاحظ طبعا الفنادق بشكل عام لها دور كبير في تنشيط السياحة يعني هي تعتبر ركيزة من الركائز الأساسية تعرف خاصة السياح اللي يون منبرع يحتاجون المكان لإقامتهم فالخدمات اللي تقدمها الفنادق هي تعتبر أهم شيء للسياح اللي يون منبرع توفير سبول الراحة لهم العروض اللي يقدمونها الفعاليات اللي يتقدمها الفنادق سواء والأنشطة غير المهرجان فتلعب دور كبير أكيد في تنشيط وحركة السياحة بالإضافة للمهرجان طيب أنت ذكرتلي حين حركة السياحة تنشيط السياحة لو تكلمنا شوي على النمو السياحي تشوف مثل هذه الجماعات التجارية الجديدة أيضا الأجواء نشوف نحن من الساعة ومدخلت معاك مسرحيات أنواع من الفنانين منذ من استعاون جايين تشوفها مثل هذه يسهم في زيادة إعداد على أرض الدوحة أو تنوع لازم يكون عندك تنوع في الأنشطة فالفعالية هذه بروحة ما تكفي لأنه ممكن العيلة تيها مرة أو مرتين فتلاقي أنه شيء يصير متكرر بالنسبة لهم لكن اللي لاحظت أنه فيه تنوع في الأنشطة يعني مثلا عندك فيلمات فيه المسابقات والفعاليات عندك المسرحية اللي قاعدين يسوونها السنة هذه المسرحية الكوميدية بمشاركة عدد من الفنانين الخليجيين المعروفين عندك مثلا فيه فعالية سمعت عنها الحين قتال الشوارع تعرف يحبون الشغلات هذه نسوينها توقع في نادي الغرافة يوم الجمعة ذنب غلطان فيه تنوع قاعدين يحاولون تنوع في الأنشطة بالإضافة للمهرجان اللي يصير هنا والمطاعم الجديدة اللي يفتحوها بعد تعرف النص والإهال يلعبون فيبون يأكلون فيه تنوع غير الألعاب الموجودة الجديدة اللي يضافوها في المهرجان هذه حتى ذكرت مني شوي قلت لنا فيه مطاعم وأيضا المطاعم كبيرة يعني متنوعة ما شاء الله نحن نشوفها حتى الإعداد كبيرة ما فيه أماكن للطولات من العوائل المتوازين الله يسلمك يعني من الريحة نحن نلقي المكان طيب علي من الساعة كان في نقطة كنا نتكلم فيها يعني حياك كنا نتكلم عن الترويج للسياحة القطر هل أنت تشوفها الترويج كافي والله أشوف للأمانة على اللي شفت اليوم لقيت أنه أنا ما عندي الخلفية الكافية أو يمكن ما وصلتني المعلومة أو الدعاية بالنسبة للمهرجان هذه يعني ما ننكر جهود هيئة السياحة في هذا الموضوع لكن أنا شوف أنه ما زال فيه شريحة من الناس لحد الحين ما عندهم فكرة عن المهرجان فمحتاجين أن نغطيه بصورة أكبر تعرف الآن أكبر وسيلة أكيد عندك حلول يعني أكيد شو الحلول عندك والله شوف حلول أنت لو تلاحظ في كل بيت فيه التواصل الاجتماعي سواء الاستقرام سواء الاسناب أو غيرها من البرامج فلازم نستغلها في بعض الدول الخليجية لو تلاحظ إحنا صرنا نعرش فيها منها البرامج أو السوشيال فلازم شوي نركز على أكثر من قناة حق الأقصد أو الشخصيات بعد الإعلامية المثلين المثلين بضعت مثل ما ذكرت في عندنا وائد شخصيات محبوبة معروفة ممكن أن نستفيد منهم في الترويج للمهرجان هذه طيب علي يعني نقولها بشكل سريع اشتنصح في العوائل وعياننا حتى يعني الأطفالنا اللي لهم جاروا صيف قطر والله اللي يسمعنا أنا أوجه صراحة دعوة للجميع صراحة المكان مكيف ومهيئ ومرافقة بالأشياء الموجودة فيه بخدماته أن يون يبون العيال يستنسون فترة صيف فترة إجازة ففرصة أن عندنا مثل هالمهرجان الحلو أن يون يستمتعون فيه صراحة علي الأمانة أنا اليوم سنسمعك كثير تكلمنا في أشياء كثيرة ترويجية وأشياء سياحية كثيرة علي التميمي أنا أشكر وجودك معاين كي خبير سياحي معاين على شاشة قناة الرأيان يقولك بيض الله ويه كابياذ وشكر لكم الاستضافة وأشكر للمتابعين في قناة الرأيان علي بتيب اليه أخوان بكرة والله بكرة وإن شاء الله بيض الله بيك نعم زملائي في الاستيديو للأمانة أجواء جميلة أجواء باردة تنوع في الألعاب وأول يوم أنا آدري إن شاء الله أتمنى أن أنا بكرة مع عيالي عيال وخوي وأيضا أنتم يا مشاهدين الكلام اجزرونا في مركز قطر للمعارض ومنتمرات هنروح فاصل ونرجع لكم مرة ثانية اشتركوا في القناة مرحبا بكم زملائي في الاستيديو في المرة الثانية رجعتنا حلوة وأجواءنا جميلة اليوم ونحن نشوف الأجواء جميلة جدا في زحمة من الضيوف المتواجدين معنا من دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا من العوائل العربية والسياح المتواجدين معنا على أرض الدوحة مشاهدين الكرام نشوف نحن نتنوع في الألعاب ونشوف الألعاب جديدة معنا مثل الألعاب السيارات ألعاب التصادم أيضا أكثر من الضيوف والعوائل والمتواجدين معنا رح نتكلم بشكل عام عن هذه الألعاب رح نشوف بعض الألعاب المتواجدين معنا رح نشوف بعض من أطفالنا المتواجدين وراح ناخد رأيهم ونشوف اش رأي الألعاب معهم مشاهدين الكرام أكيد مثل ما عودناكم في طلاتنا يوميا من مهرجان الدوحة الصيفي رح نكون معاكم في طلات جديدة وراح نكون معاكم في مهرجانات يومية ومسرحيات رح نختارها لكم من أرض المعارض أكيد رح تتابعوني وهذا ما لديه إلى الآن نرجع لكم في الاستيديو الله يعطيك العافية يا علي وبهذه الفقرة بنفس السياق السياحي رح نتكلم بإذن الله عن استقبال دولة قطر لمليون واربعمائة ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016 ويتوقع أيضا أن يزيد العدد خلال النصف الثاني من العام إن شاء الله تقرير على هذه الإحصائيات في التقرير التالي وفقا لتقرير الأداء السياحية الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة عن النصف الأول من عام 2016 استقبل دولة قطر مليون واربعمائة ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بينهم أكثر من نصف مليون زائر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتوقع التقرير أن زيادة في عدد الزوار في شهر أغسطس مدعوما بمهرجان صيف قطر الذي تتواصل فعالياته على مدار هذا الشهر وتتوقع الهيئة العامة للسياحة زيادة أخرى في أعداد الزوار خلال الربع الأخير من العام وذلك بالتزامن مع بداية موسم السياحة البحرية الذي ينطلق في شهر أكتوبر وتكثف الهيئة العامة للسياحة جهودها في أكثر من جانب بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 من أجل تطوير قطاع سياحي مستدام وبذلك نكون وصلنا معكم اقتراحات أو استفسارات في أمان الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة